انا بنتكلم على قرار تأديبي لازم اروح بيك بسرعة على القرار التأديبي اللي خده النادي الزمالك ضد السلاسي مصطفى الزناري وفتوح ومحمد صبحي كنت رأيك في القرار ده كنت مع فكرة البيع النهائي ولا كنت مع فكرة عقوبة قوية وخلاص لا اعتقد الموضوع الداير برضو في تجديد الموضوع ليه ابعاد ابعاد بس هو بيدخلك في حتة يعني احد يقولك ايه عشان يبيعوا عشان تجديد عشان مش عارف ايه الوضع العام اللي انت المدير الفني بتاع المنتخب للخلاصة هو عايز اللعيبة دي انت اه انا كان احل اعظم اجل الزهرة كان على الجنب في احد المباريات فبقوله هل انتوا بعدتوا بعدتوا جواب رسمي الاتحاد قبل يعني الاسماء باللعيبة دي مقوفة قال لي لا قلت له انت لو كنت في جهاز الفاني المنتخب انا مريجي تمام خلاص انا دلوقتي انت وفي حد مبارح بيأكد لي اللي نادر الزه مقدم اللي هو ايه اه لحين التحقيق معهم طب هل انت حققته قلت النتيجة ايه اهو ما حققتش فالراجل يعني هو محتاجهم فقال لك هوا ما بتمرنواش نادر الزه مالك ناكو هيجوا وتمرنوا معايا وابل حاجات دي كلها هي خلي بالك كريم اه 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 كل واحد بياخده على حسب دماغه جمهير الزمالك لا ما ينفعش وجمهير تانية بش الاهل جمهير تانية بش الاهل جمهير تانية اقولك يا ربما الراجل محتاجه طب انتو مش عايزين تلعبوه طب انتو بتعمل كده عشان تبقوه طب انتو فدخلت في دوامة في الاخر الراجل محتاج هزا اللاعب ولا مش محتاج بس حتى لو اصلا يعني اتقال انه ازا مالك وقت قرار تأديه فهمين الموضوع عشان حاجة تأديبية فما كانش مفهود المنتخب ياخده ده رأيه يعني حتى لو انا مختلف معاك اه فيها جزء مش اختلف معاك فيها جزء اه لكن في والله الغد دواتي الكواليس محد عارفها بقولك انا قعدت مع وعد مجلس دارة قال لي لا ما ببعتناش طب هو راجل يعرف منين انتو بتقول وكانتو باش عرف الكلام ده صح ولا غلط بتعامل في حاجات رسمية توقع العيبة دي هتكمل مع ناجل السملك؟ مين آآ فتوح وصبحي تحديدا؟ اعتقد فتوح لا فتوح مش اي 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 وصبحي بنسبة كبيرة ممكن ممكن يوان يوم ما خدت ابراهيم سعيد كان في موقف مشابه زي كدة من زمان تفتكلو اه ابراهيم سعيد مع النادي رعش انتو حد اعمال يمللي كفو لا انا اللي انت متعرفوش عنك بتعرفوش ما حدش بيمليني ده ده الجديد بس والله اصلاك سرحت بني ورحت بديلي واحدة بفتكر سنة كام بفتكر سنة كام طب اقول له عليك حاجة اه ابراهيم حسن اه ابراهيم حسن اه كان مباراة المغرب فاكر طبعا وكانش لسه الاتحاد قاد قراره بيقف كان نيقف سنة ساعتنا وقتا نيزن مطار قاهرة كان النادي الاهلي مطلع قرار اقف حسن اه ابراهيم حسن ابراهيم حسن واخد بالك خلاص وقدى القرار والاتحاد وما جاش معنا فعلا انا افتكرتك بصة ابراهيم سعيدي ليه عشان فاكر وقتها جمه النادي الاهلي كان غضب جدا والنادي الاهلي نفسه كان زعلان جدا وازاي كابتن الجواري اخد ابراهيم سعيد ليه حقيقة اه انا انا كنت شغال معه اه انا فاكر انا كنت شغال معه كنت وديه الصبحية النادي الشمس او الابلس وكنت بالليل بوديه الملعب المولين وكان بيشتغل وكسبنا ناميبيا وكسبنا اه عشان متحكش عليك وابتكلم في اتجاه وانا بكلام التناقض انا مكنتش اعرف يعني كابتن جواري كان دماغه ايه في اللحظة دي يعني ما لأ كالك ابراهيم سعيد مفيد لنا جدا اه جدا الموضوع تطور بعد ما كنا في نادي اليوبلس ومدرس محمود طهر شافنا شافني ولا شغال معه من هنا دينا اتقلبت ليه بقى؟ على ما اعتقد اللي كان كابتن جواري زاكير عمالة ترجعي اه اللي احنا كنا شغالين معه عشان كنا هنعمل خطوة ايجابية بعد كده بانها اقافه وما يكونش هو الفاطر دي كلها ما يتمرنش يعني كنا الوقت ايه برئيم سعيد بيتمرن معنا تمام عشان خاطر ما ينفعش ان انت يوقفه بعدها على طول تقول لا فكنا واخدين وقتنا خالص لغاية لما الامور تهدى ويبتدي كابتن جواري والاتحاد يتكلمه مع النادي الاهلي ان برئيم سعيد خلاص العقوبة كفية والحاجات اللي كلها كفية كل برئيم سعيد وقف على حيله اه يعني كابتن جواري كان في نيته ان الموضوع يخلص وهيحاول يخلصه ايوه لكن اتعرف بس مش هستنى للاخر ايوه عشان خلاص هيقول ايوه بربعليك مش باجهز فانا بجهزه عشان لما اروح انا والاتحاد ايوه كان منكلم مع كابتن سمير زاير برضو اللي الله ارحمه اللي هو حنروح لنادي الاهلي وخلاص نطب اللي هو يرجع تاني بس يكون الولد بتمرنه جاهز فاناية بس لما الموضوع اتعرف الموضوع اتعرف بقى تلبة الدانية اه اعتقد كابتن جوري دخل في دور عندي دور عندي يعني اوه ساعتها كان ممكن يسيه بس لا خلاص بقى اللي هو محدش هي طبعا كابتن محمود الجوار طيب هل حضروا لك مع فكرة اساسا انه يعني في رأي يقولك انه المنتخب حر في اختياراته والنادي حر برضو في اختياراته يعني لو المنتخب عاقب لعيبة و بيروح النادي النادي بيلعبه عادي بس لو النادي عاقب لعيبة و رحت المنتخب يقولك ازاي يروح المنتخب في اروبا كده على فكرة اه لو عادي اه عادي اه عندنا بس شوية يعني حاجات شوية يعني اه يعني بصة كريم انا بأمانة يعني انا مدرستي اللي اشتغلت بيها وتعلمتها وفعلا هي دي الاصلح اه لا يلغ اللاعب غير المادة ايوة اه انت عملت غلط تعالى بقى عائدة كام مخصوم منك كزا خلي اللي في حالة نفسك كزا دي اللي هي رقم رقم عشان برده كل واحد كله برجوت على قد ايه دمه اه اللي هو تمام تعال عائدة كزا انت مخصوم منك كزا اه تمام لكن ما تحرمش النادي ولا فرقتك ولا منتخبك من اللاعب يهو يويد في الملعب بس من ناحة تانية وانعرف الحراكة في الانضباط ده ما فيش هصار يعني ايه يقولك ايه ما ايزا بيقوله دي تفاحة فزدة فانت ممكن تتورمه بس هيبغوز لك بقى الفرقة فالاحسن انه لا ايش لها احسن في ناس في ناس بتقول طب انتو جايين على فتوح ليه بقولك مدارس مختلفة عشان برضو المشاهد لما اسمعنا لازم تعرف برضو ان في كلام كتير دوع بفكر تفكير في ناس يقولك ايه طب ليه مش وقفين مع فتوح مع الراجل ما خدش مستحقات وش مانا جايين على الولد ما برضو فيه عزر ما فيه يقولك ايه 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 انا بقى ليه كتير ما خدش فلوس ومستحقات هو والحاجات دو كلها العز داي خليك مع عدم لا ما هي بقى ثقافة بقى اه كب بس اكيد ده بالصح ثقافة بقى يعني العز ده ما يخليكش تطلع من معسكر اه 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 ثقافة بقى يعني فيه اقويل كتير انت فاشتش كم واحد خرج من معسكر يا خب اراب يطر صحيح دي اكتر حكام بتتحكيني بحياتي ايه لا 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 ده حركة عندنا بثلس الرعب ميما لا 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 بترس تقول طب قولي اول حروف انا هكام طب قولك حاجة عشان بس ما تشيلش هام ايه انك تقول طب والله العزيز بالتلاتة بالالف التلاتة اصلا بالالف بسهل لس الرعب بص عاي بتصعب علي بس اقولك حاجة اوما كلهم كده كده في اللقاءات بيعترفوا اه اوما اعتزلوا وكان المعسكرات ماشا الله بتاعت الكابت المحمود الجاري اه اه المعسكرات اللي هو معسكرات يعني التلاتين يوم اللي هو هقار انا برا خط العربية جاري من الباركنج وجاري عليهم انا بلسه ماشي دلوة تجريت وراهم لا اجيبهم من ايه خلاص كان خالص اه تريبا شاموا فيه غادر من الراجل اللي كان قاعدين عادة افاهم معلاتهم كان مواقع بس سعيدة كل بتعامل ازاي طيب لأ بص فيه مواقف انت بقى ايه بتوعيهم اه بتوعيهم وخلي بالك النوعيات دي بتبقى عارفة ليه بتعمل غلط بس لابا بلاقوا الرد الفعل هم بيزعلوا من نفسيهم خلي بالك بيش تزويغ لا ده كمان كان اكل كمان يعني كنت تخبط امشي بالطرق كأن يعني القطة توقف وورا الباب السماء الجوه وحاجات مندي اصلا اه نظام تغسية معين نظام نمو اه كافت مش عارف ايه بتاعوا وخبط الباب ما تفتحش اه ايه سأل لما تجيب احمد حسن اسأل قوله كابتو عليك يا بابي معكي اه يا عامل حسن ده اول مسلس الرابع انت وقت ليه بالالف كلهم كلهم انت اول واحد اعترفت عليه تبطولي انت انت بيقى عشان عشان احمد حسن هيزعل انت اعترفت عليه الواحد بس خلي بالك زمان في الفتر احنا كنا بنعرف فيها كاتل اغراءات كاتليلة جدا يعني اه فهمي فيعني بس في مرة كان عندكم معسكر يوم واحد وحد خرج من معسكر يعني افهم المعسكر تأتيين يوم دي الواحد ايه اشتنق يعني اها يودي شوية يقولك ايه تأتيين يوم كتير او احنا عادين محبوسين فاخرق لكن معسكر مباراة يعني الكل سبتع تنادي الزماني دي كان معسكر ليلة المباراة ثلاثة خرجوا ليلة المعسكر هي دي حال الوقت با هدين هي نية مبيتة ايو هم مسافين من هنا عارفين او مراحين المعسكر عاقلهم ما يعملوا كاسم بالموضوع مش مفاجئ يعني تمام بس هو الموضوع يعني كبر شوية واخد حجم كبير مع اقدارة جديدة واخد بالك فكانت ظهرت على الساحة لكن هي فيها اتجاهات معينة طب اول لحظاك حاجة فالتوح كان عامل ايه في المباراة الاولاية كان جيد شوية تاني جيد جدا اه شوية تاني كان هايل تمام يعني واحد شوية تاني مفروض بدنين كمان هو بقى انا انا في تقدير الشخصي انه هو استغل الحتة دي عشان هو واسخ مليون في المية اللي عليه المشكلة ده عايز يقول للناس انا كويس صح انزل شوف انا جيبتك بقى منين والناس كلها عمالة هجبني وبتاع وريني عشان كده الولد انطلق بيأكل النجيل